الحقيقة السياسة الصغيونية واضحة جداً هي سياسة كلها تدليل وتدليل والدعاءات كذبة طول الوقت وده يمكن في الداخل الإسرائيلي قبل ما يبقى للعالم وإسرائيل وهي بتمثل أمام محكمة العدل الدولية في لهاي الحقيقة أنه النهاردة الجلسة كانت عبارة عن تنصل من أقوال وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية وإنه ده لا يمثل الحكومة الإسرائيلية مش عارفة إزاي يعني لما يطلع وزير واثنين وتلاتة يتكلموا عن الإبادة الجامعية ويتكلموا عن تهجير الفلسطينيين ويتكلموا عن إنهاء القضايا الفلسطينية مثلاً هم شايفين أنه ده لا يمثل دولة إسرائيل ما للوزراء دولة مين المسؤول عنهم أنا مش عارفة الحقيقة وشفنا النهاردة أقوال فريق الدفاع اللي فيها إدعاءات كثيرة جداً كل الموضوع هنا هم عايزين يبعدوا عن موضوع تهمة الإبادة الجامعية وابتدوا هنا يروحوا فين بقى هنرمي التهم على مين إحنا نتكلم عن مصر وإنه كل ما كان يحدث كان بالتنسيق مع مصر لكن الحقيقة أن الدول المصري في قطاع غزة كان دور واضح من البداية لما حصلت هدنة كانت برعاية مصرية قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لما كانت العربيات والسوائين وقفين بالأيام هلكوا شفنا الشباب المصري اللي زي الفل وقف بيوضى بالمساعدات بيستقبل مطار العليش كان بيستقبل طيارات من العالم كله علشان نحاول نحن نساعد أهلنا في غزة والعالم كان بينظر لده ويراه مسؤولين أمميين جم على معبر رفح من الجهة المصرية وشافوا قد إيه كان فيه تعنت من الجانب الإسرائيلي وتفتيش لكل حاجة بتدخل ووزراء كتير قالوا إن إحنا يعني أربع خمس وزراء مش هندخل أي حاجة ليه علاقة بالطاقة المية كان فيها مشاكل وكانه يعني بيبقى دايما فيه تفتيش لأي حاجة دخلت وتعنت في إيصال المساعدات وأزمة الطاقة كانت من أكبر الأزمات فالحقيقة للدعاءات دي إحنا يعني يعني مش عارفة ممكن يعني كان اتجاهها الحقيقة الدعاءات واضحة إنها الدعاءات كذبة من اليوم الأول الدعاءات ملاش أي علاقة بالواقع اللي الناس شافته العالم كله شايف ما هو وسائل الإعلام العالمية كلها كانت موجودة على معبر رفح من الجانب المصري وشايف قد إيه فيه مساعدات مفروض توصل جوه القطاع ما بتوصلش ليه عشان الجانب الإسرائيلي متعلم مصر متمثلة في رئيس الجمهورية في وزارة الخارجية طول الوقت كانت بتناشد للولايات المتحدة إنه يبقى فيه تدخل لإيصال المساعدات حقيقة أنه النهاردة كان فيه بيان هام من الهايئة العامة للاستعلامات بتنفي فيه هذه المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية وطلع الأستاذ دياء رشوان رئيس الهايئة العامة للاستعلامات قال بصورة قطعة إنه هذه المزاعم والأكاذيب اللي بيقولها فريق الدفاع الإسرائيلي قدام محكمة العدل الدولية وإنه مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات لقطاع غزة من الجانب المصري أكيد هذه دعاءات كذبة وفيه نقاط عدة الحقيقة فندها هو علشان يبرهن للعالم هذا لكن الحقيقة أنه ده كان على مرأة ومسمع من الصحافة العالمية من المسؤولين العالميين اللي كانوا موجودين على معبر أفح يعني يمكن زي ما كنت بقول حضراتكم لما كان في حديث عن الهدنة كان الحديث بتنصيق من الجانب المصري حجم المساعدات اللي مصر عايزة تدخلها كان واضح من الأول لكن تعنط الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات نوع الحاجات اللي تدخل الكلام ده العالم كله شايفه لأنه مما لا شك فيه فيه سيطرة لسلطة الاحتلال على المعبر من الناحية الثانية معبر رفح من الجانب الثاني الدولة المصرية أكدت مرات عدة وده اللي النهار ده بيقوله أستاذ ديار رشوان فيه بيان الهيئة العامة للاستعلامات المعبر لم يغلق أبدا ولكن كان فيه أعمال إصلاح وكنا بنشوف ده ما هي الصورة يعني إحنا بعيدا عن أي تصريحات المسؤولين الصورة خير دليل ضرب من سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهذا الجانب من المعبر فكان بيعط العمل المعبر